خلال الكام ساعة اللي فاتت ظهرت معلومات شبه مؤكدة بتقول ان المهاجم الفرنسي أنتوني مودست مهاجم دورتموند الألماني السابق بقى خلاص بنسبة 95% هو مهاجم النادي الأهلي الجديد المعلومات دي لأكدتها صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية اللي قالت ان مودست خلاص بقى لاعب في صفوف المريد الأحمر بداية من الموسم الجديد خصوصا انه لاعب حر من يوليو اللي فات بعد نهاية عقده مع نادي دورتموند الألماني قالت الصحيفة الفرنسية أن مودست كان فاتح خط مفاوضات مع نادي في فرانكفورت الألماني لكنه فضل أنه يخد تجربة استثنائية له مع زعيم أفريقيا النادي الأهلي وهنا هنيجي للسؤال المهم اللي بيشغل بال شريحة كبيرة من جماهير النادي الأهلي مين هو أنتوني مودست؟ بدأ أنتوني مودست مشواره الكراوي مع نادي نيس الفرنسي سنة 1908 بعدها انتقل لصفوف أنجيل فرنسي سنة 2009 على سبيل الإعارة وفي موسم 2010 انضم مودست لنادي بوردو الفرنسي لمدة 3 مواسم وبعدها طلع إعارة سنة 2012 لنادي بلاكبرن الإنجليزي وبعدها إعارة لباستيا الفرنسي سنة 2013 وقدر أنه يسجل معاهم 15 هدف في 36 مباراة بعدها انضم مودست الفريق هوفنهايم الألماني واستمر معاهم لحد 2015 بعد ما شارك في 55 مباراة سجل خلالهم 19 هدف بعدها لصفوف دورتموند اللي شارك معاهم في 28 مباراة 1175 دقيقة سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد